مع موضوع مهم وأمل جديد للحياة يعود لأطفال مرضى السرطان ويعد المركز الوطني للخلايا الجذعية حياة جزءا مهما وحيويا من منظومة متكاملة لمواجهة تحدي السرطان في سوريا وذلك ضمن البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان الذي أطلقته السيدة الأولى سيدة الياسمين أسماء الأسد طبعا هو إنجاز جدا مهم وهو يعني بخص العلاجات هذا النوع من العلاجات الأطفال هذا خلينا نقول الإجراء على المستوى التطور العلمي كان جدا مهم ومو بس على سوريا كان على المستوى المنطقة اليوم رح نحكي تفاصيل أكتر عن هذا المشروع الجميل هذا المشروع الذي أطلق كثير من الأمل للناس وكثير من الحلم للأهالي أيضا يعني اليوم بحالات كثير عند الأطفال رح نحكي عن عمل المركز لليوم واضفنا لليوم هو الدكتور ماجد خضر مدير المركز الوطني للخلايا الجذعية حياة تسعة صباحك دكتور أهلا وسهلا بحضرتكم ويعطيكم ألف عافية أهلا وسهلا فيك دكتور بداية خلينا نتعرف نحنا والمشاهدين شو نقصد بالخلية الجذعية الحياة الخلية الجذعية نسميها نحن الخلية الأم هي موجودة بنقي العظم طبعا هي مسؤولة عن شيء أساسي بالجسم هو توليد كل ما يتعلق بالكوريات البيض والخضاب والصفايحات الموجودة عادة بالدم المحيطي يعني وقتل بنعمل نحن تحليل دم نسميه سي بي سي يعني هو عبارة عن صفايحات مسؤولة عن النزف والإرقاء بالجسم الخضاب مسؤولة عن الأكسجين والكوريات البيض مسؤولة عن البناعة بالجسم كل هذه الخلايا الناضجة مصدرة الحقيقة خلية واحدة موجودة بنقيل عظم هي الخلية الجزعية فهي الحقيقة إلى بعض الصفات المهمة هالخلية الجزعية أنه قابلية التجدد يعني بتجدد نفسها بنفسها بالإضافة إلى التماية وإذا تعطينا هالخلايا الناضجة اللي حكينا عنها هالكوريات البيض والخضاب والصفايحة دكتور خلينا هيكي نضوي أكتر ونتوسع بموضوع الخلايا الجزعية وزرع اليوم شو أهميته بالنسبة للأطفال اللي عندهم حالات مرضية تمام الآن زرع الخلايا الجزعية الحقيقة هو علاج شافي لكثير من الأمراض المستعصية اللي ممكن ما تشفى بالعلاجات التقليدية مثلا مرضى السرطان اللي ممكن ما يستجيبوا على العلاج الكيماوي العادي يكون الزرع النقي طبعا هون بحالات زرع نقي ذاتي أو غيري هلأ ممكن نتوسعها شوي فهذا العلاج هو علاج شافي للمرض اللي ممكن تكون نسبة الشفاء من دون زرع تقريبا بحدود العشرين تلاتين بالمئة مع الزرع ترتفع نسبة الشفاء من المرض لتسعين بالمئة سبعين ثمانين بالمئة لتسعين نحكي على الشفاء يعني شفاء خمس سنوات يعني ما في نكس للمرض هذا بالنسبة لمرضى السرطان أما بالنسبة للأمراض الثانية المستعصية اللي ما لها علاج بالأساس هي وخاصة الأمراض الوراسية وأهم الأمراض الوراسية اللي نحن عمنا الحقيقة في بلدنا هو تلاسيميا الكبرى الأهالي اللي عندهم أطفال تلاسيميا أكيد بيعرفوا معاناة مريض التلاسيميا ونقل الدم المتكرر والحياة القصيرة لهم حقيقة من دون زرع فبالتالي الزرع هو عم يغير حياتهم وعم يعطيهم أمل بالحياة بحياة طبيعية فعلا يعني أمل للأطفال اللي كانوا بين الحياة والمول دكتور خلينا نوضح فيه أنواع عنا اليوم للزرع الحياة كتير مهمة بشكرك على السؤال فيه نوعين للزرع نوع الزرع ذاتي يعني من نفس المريض ممكن يتعرض المريض لجرعات نقطف الخلايا الجزعية من المريض نفسه على جنب ممكن يخليه عنا على يومين لأربعة أيام بهالوقت عم ياخد جرعات كيماوية عالية على أربعة أيام ونفس الخلايا اللي أخدناها من المريض عم نرجع نحقله إياها بجسمه عن طريق قسطرة هذا بالنسبة للزرع الزاتي فيه زرع الغيري هذا أكيد من متبرع بد يكون متبرع متطابق بالنسجي عشرة من عشرة وغالبا من الأخوة طبعا متبرع لازم نعمل تحضيره وتحاليل قبل التبرع ووقت أنه في عشرة من عشرة بتطابق بالـ HLA بس هسنا من الأخوة دكتور؟ هلأ بالبداية من الأخوة في حال ما فيه أخ متطابق بالنسجي عشرة من عشرة ممكن يكون فيه متبرع من بنك طبعا هذا موجود عالميا حاليا وموجود بسرعة نعمل نشتغل عليه بنك للخلايا الجزعية ممكن يكون فيه أحد المتطابقين من خارج العائلة ويطلع مع الطفل متطابق بالنسجي بالتحاليل طبعا طب دكتور خلينا نحدد المنطقة اللي بتم منها أخذ الخلايا الجزعية الحقيقة مصدر الخلايا الجزعية كتير مهم السؤال ثلاث مصادر أساسية أقدم مصدر للخلايا الجزعية هو من الثمانينات تقريبا بلشه من النقي العظم يتم قطف الخلايا الجزعية من النقي العظم المريض المتبرع عفوان بيكون هون تحت التخدير العام بغرفة العمليات وبتم العملية بارعا كأنه بزل نقي عادي ولكن بالجهتين وبعدة أماكن من الشوك الحرق فيه الأمام العلوي بنسميه بالجهتين وبتأخذ العملية شي ساعتين ثلاثة تقريبا قطف طبعا هاي العملية إلا مساوئ تخدير عام والمتبرع بيخاف من التخدير والمشاكل التاني المصدر الأحدث والأسرع والألطف بالنسبة للمتبرع الحقيقة هو من الدم المحيطي العادي ولكن له تحضير رح ياخد المتبرع أربع تيام أبر نسميه نبوجين محرد لنخلي الخلايا الجزعية بالحالة العادية الخلايا الجزعية غير موجودة بالدم العادي ولكن إيمد بتصير موجودة نحن وقت اللي منحرضها وبتطلع من النقية العظم بتصير بتمشي بالدم العادي بمحردات بأبر أربع تيام باليوم الخامس هذا المتبرع ممكن يعود على جهاز مثل جهاز أطفل دم الصفايحات أو التبرع بيعود على جهاز وقسطرة عبارة عن قسطرة محيطية أو حتى مركزية وممكن الجهاز نفسه مأخذين يعني من أخذ الدم الجهاز بيأخذ الخلايا الجزعية الجهاز وبرجع الدم للمتبرع والمتبرع أعاد ممكن يكون عم يتفرج على التلفزيون ما له أي اختلاطة هذا المصدر من الدم المحيطي يعني اليوم وقت نقول نقي عظام أو أوبر تحردي ممكن يصير فيه شوية خوف عند الشخص يعني سلبيا ما في اليوم سلبيا على صحته الجسدية؟ أبدا حقيقة كتير سؤال متعرض له من الأهل أنه غالبا نحن الألحانات اللي عم نعملهم نزرع هو من الأخوة والأهل كتير حريصين للطفل السليم ونحن أكيد الأطباء حريصين للطفل السليم المتبرع لذلك بالنسبة لعملية التبرع ما في أي تأثيرات جانبية لا بأبر نبوجين لأربع تيام ولا بالعملية أثناء التبرع لذلك أعملية آمنة 100% ولا أي تأثير جانبي للتبرع حتى بيختلف عن موضوع التبرع بالأعضاء أنه ما عم يتبرع بعضو عم يتبرع بكمية من الدم غني بالخلايا الجزعية موجود بالنقي وهذا النقي رح يجدد خلال أسبوعين ثلاث أسابيع الشهر رح يرجع الخلايا الجزعية ما عنده أي نقص نهائيا وبالتالي عملية سليمية آمنة ما في أي مشكلة تماما دكتور يمكن كثير من الأشخاص لذلك ما بتعرف أنه ممكن نحن نعالج عدة أمراض من خلال زرع الخلايا الجزعية خلينا نوضح اليوم ونفسر شو هي الأمراض يلي فعلا الخلايا الجزعية ممكن تساهم بشفاء تماما أهم الأمراض الحقيقة أول ما بلش موضوع الخلايا الجزعية وزرع الخلايا الجزعية أو زرع النقي بالبداية بالبدايات كان اسمه زرع النقي سابقا حاليا من عشر سنوات تقريبا زرع الخلايا الجزعية فأهم الأمراض وأقدمها هو السرطانات بكل أنواعها طبعا 30 إلى 40% من المرضى أو استطبابات الزرع هي سرطانات غير المستجيبة على العلاجات الدوائية العادية أثنين بيجينا الأمراض أو فاقات الدم الانحلالية الوراسية وأهم التلاسيمية الكبرى والمنجلة بالإضافة إلى أمراض نسميها قصورات النقي أو فشل النقي وفي حالات عند الأطفال أو حتى عند الكبار النقي ما بيكون شغال لسبب مكتسب سبب فيروسي إن تاني معين بيصير عنده قصور بالنقي كمان هؤلاء استطباب لزرع النقي بالإضافة لأمراض نقص المناعة الخلقية هؤلاء الأطفال الحقيقة بيولدو ناقصي المناعة بشدة وما بيعيشوا أكتر من سنة سنتين من دون زرع لذلك زرعه لازم يكون مبكر وشافي للمرض الحقيقة كم عمر معين دكتور؟ بالنسبة لأمرض نقصي المناعة كلما كان الزرع مبكر كلما كانت نتائج أفضل يعني بعمر شهرين أحسن من عمر ستة شهر وبعمر سني أحسن من سنتين واكتشاف وسهل الحكيم اكتشاف المرض الحقيقة هون المشكلة والموضلة مو بس الاكتشاف الحقيقة تأكيد تشخيص المرض يحتاج لتحاليل نوعية وتفرات وراثية حقيقة صعبة أو أحيانا غير متوفرة موجودة وتكاليفة باهزة لتأكيد التشخيص وبالتالي التحضير لإجراء الزرع هون الفكرة يعني دائما الأهل يعني بجوز التأخير بأي إجراء عم يكون عكسي على الطفل دكتور خلينا هيك ننتقل معك بالخيال لغرفة العمليات ونكون معك هيك اليوم ضمن تفاصيل من حضرتك عن عملية الزرع كيف اليوم عم يتم وكيف عم يتم اليوم هيك تهيئة المريض الحقيقة أول ما براجعنا المريض طبعا المركز تم افتتاحه بشهر السابع 2021 من قبل مكرومي للسيدة أسماء بزيارته للمركز وانطلقت العمليات طبعا قد يجينا نحن مستقبل الأطفال من عمر الشهر حتى عمر 15 سنة للمركز من كل أنحاء سوريا فوقت ليجي المريض ومنحط استضباب أنه هذا المريض يحتاج لزرع نقي سواء زرع خلايا جزعية ذاتي أو غيري يدم تحضيره الحقيقة بعيادة الزرع اجراء التحاليل المناسبة للفحوصات الصور الشوعية تحديد الاستضباب غيري أو ذاتي في حال كان غيري الحقيقة رح نبحث بالعائلة بتحاليل نوعية ومكلفة وباهز الحقيقة تحاليل HLA نسميها هي تحاليل تطابق الأنسجي DNA بالأساس ونحدد إذا فيه تطابق بين أخواته أنه ممكن يكون عشرة من عشرة طبعا هون كلما كان عدد الأخوي أكتر كلما كنا لقينا فرصة أكبر للاقي متطابق كلما كان الأب والأم فيه قرابي كمان ممكن نلاقي أكتر فرصة أكتر وهي الشغلة الوحيدة يمكن حسني وحيدة بزواج الأخارب أنه نلاقي متطابق هون حضرنا المريض وعرفنا المتبرع بيجي الأهل ونحضر مريض بينام بغرفة الزرع اللي هي غرفة خاصة غرف خاصة عزل تامي عقامة 100% بطريقة الهبا فلتر لأنه مناعة المريض بخلال فترة القبول صفر ويبقى عندنا المريض تقريبا بحدود شهر شهر ونص طبعا شهر ونص بيبقى بغرفة الزرع والعزل طبعا مع أمه وهي شغلة مميزة كمان وحاولنا قدر الإمكان أنه تبقى الأم هي أحد عوامل رفع المناعة أكيد والنفسية كتير بتلعب دور لموضوع نجاح الزرع فتحضير للزرع رح ياخد المريض نسميه يعني جرعات كيموية عالية جدا عشرة أيام الهدف من الجرعات كيموية هو إمحاء للنقي الموجود عند الطفل تصفير يعني ليش إمحاء للنقي لنفسح المجال الحقيقة لخلايا الجزعية الجديدة اللي إجت من الأخ لا تتعشش وتلاقي مكان للتعشش بالنقي وتنمو وتتكاسر وتعطينا خلايا جديدة ناضجة سليمة فهون الحقيقة الفترة الحرجة هي فترة التصبت النقوي اللي بيبقى فيه المريض والمناعة صفر لأنه معرض ينصاب بأي إنتام بها الفترة الزيك العقامة ودور الكادر التمريضي حقيقة أول أطباء كتير مهم بهذا الموضوع بالفترة المريض اللي نكون عم ياخد نحن نسميه ناقص عشرة ناقص ثمانية ناقص واحد للناقص للصفر هو يوم الزرع بالجنب الثاني بيكون المريض المتبرع الحقيقة باليوم صفر عم يتبرع بالخلايا الجزعية مثل ما إنا على الجهاز خلصنا من عد قديش في عنا خلايا جزعية بكيس القطف لازم يكون عدد معين حسب وزن المريض الحقيقة كل مكان العدد جيد كل مكان نسبة النجاح أكتر وبالتالي نحن أخدنا الكيس اللي هو دم عادي لحقيقة كتير بيسألونا أو حتى بيفكروا الأهالي أو حتى بعض الأطباء بيفكروا أنه العملية هو عمل جراحي أنه بفوت على العمليات بيعمل عملية زرع وبيطلع على البيت الحقيقة الأمور معقدي أكتر من هيك نفس كيس الدم اللي أطفناه غني بالخلايا الجزعية الحقيقة عم نرجع نحقنه كأنه عم ينقل دم ولكن عبر قسطرة وريد مركزي طبعا فيه إلى مراقبات معينة خلال فترة النقل اللي بتستمر تقريبا الزرع أو تسريب الخلايا الجزعية بحدود 2 إلى 3 ساعات تقريبا وبعد الفترة رح ندعم المريض بنقل دم وصفيحات لأنه رح يحتاج أدوية وبصادات وأدوية التهاد مراقبة وتحاليل يومية ومراقبة أكتر من العناية المشددة أكتر من مرحلة ما قبل الزرع أكيد أكتر ما قبل الزرع تمام طيب خلينا نعطي أمل للأهالي اللي عم يتابعونا اليوم وعندهم أطفال مصابين ببعض الأمراض خلينا نوضح شو عدد الحالات أو الأمراض اللي تم علاجها لحد تهلأ بالمركز الحقيقة بالنسبة لعمليات الزرع أنا كتير بشجع موضوع الزرع وقت بيجينا الأهل الحقيقة كتير مهم نضوع على شغلي بيجي الأهل والمريض ما بيعرفوا شو هذا الزرع عندهم رهق يعني خوف موضوعنا شي جديد خوف من الزرع خوف من عملية الزرع من القبول أنا طب حط منهم العملية معنى العملية معقدي بسيطة والدليل إنهم أكيد رح يوقع تلبيجوا عم نحضرهم قبل الزرع رح يلتقوا بالمركز بالأهالي بيوم العيادة الزرع رح يلتقوا بالأهالي اللي تم إلهم زرع وبياخدوا بيعتوا معهم رح يشوفوا الأطفال المزرعوين وعم يراجعوا ليادي وبحالتهم الجيدة فأكيد رح يتقوا ويكون عندهم أمل بأنه يدخلوا على عملية الزرع لأنه الحقيقة هي عملية يعني نوفر عمليات أو إجراءات شافية للأطفال من أمراض مستعصية غير ممكنة العلاج وهي طريقة جديدة كتير وليأول مرة والمركز الأول موجود بسوريا للأطفال حقيقة خطوة جدا مهمة يعني على الصعيد مو بس السوري مثل ما أنه على مستوى المنطقة دكتور هيكسر يعني خلينا نعبي بعض النقاط الكتير مهمة اليوم بعد العملية كيف عم يكون وضع الأطفال هل عم يكون في اختلاطات هل في نكسة ممكن يتعرض للطفل الحقيقة حد الآن نحن أملنا تقريبا 27 عملية زرع النقي أو زرع خلايا جزعية ذاتي وغيري لا يخلو زرع النقي عملية معقدة لا تخلو من اختلاطات لذلك موضوع اختيار المتبرع اختيار المريض المستطب للزرع كتير مهم هذا قبل الزرع وضرورة وجود كادر متدرب تمريضي ومخبري وطبي لمتابعة المريض أثناء الزرع لنوصر بالمريض لبر الأمان لذلك هو عملية حقيقة شخص واحد وإنما فريق متكامل سواء كان تمريضي أو مخبري أو طبي لذلك الاختلاطات موجودة أحيانا وخاصة اختلاطات هي للعلاجات الكيموية اللي بيأخذ المريض قبل الزرع ففي اختلاطات أكيد اختلاطات ثانية هون بيأتي دور مريض أو طبيب الميعالج أو الميتابع المريض لأنه كمان المريض رح يأخذ مصبتات مناعة كمان هي بتضعف المناعة طبعا مصبتات المناعة لفترة مؤقتة 4-5 شهر بعكس زرع الكلية زرع الكلية بيأخذوا مصبتات مدى الحياة مريض الزرع 4-6 شهر تمام شو بالنسبة للتكلفة دكتور شو فينا نحكي الحقيقة التكلفة إذا تكلف بالنسبة للأهل مجانا الإقامة والأدوية وكل ما يتعلق بالزرع من البداية حتى النهاية لا يتكلف المريض أي عبئ مادي مع العلم هناك تكاليف باهز لتأمين كيتات المخبرية الأدوية الكيتات القطف فإذا بدنا نقارن ما بين الزرع بمركزنا والدول المجاورة تكاليف باهز يعني بالملايين الحقيقة وكثير من الأهل أكيد ما راح يقدروا يسافر خارج البلد ويقدروا هيك يعملوا هيك عمليات وبالتالي تكلفي مجاني بسهما أنه مجاني دكتور يعني بساعة عدد كبير اليوم من الأطفال أم لا في عدد دام حدود نحن الطاقة الاستيعابية للمركز هو الحقيقة أننا خمس غرف زرع ومريضنا بيبقى شهر ونصف شهرين تقريبا يعني نحن الطاقة الكاملة بحدود أربعين لخمسة وأربعين زرع بالسنة في حال طبعا في صعوبات أكيد ممكن كنا حكينا عن التحديات والصعوبات بتأمين الأدوية لأنه أدوية كلها استيرادية نوعية كيطات القطف كيطات الخبرية الحقيقة عم نتساعد وطبعا مشكور الجهات اللي عم تدعمنا بموضوع اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان جمعية بسمة السيدة أسماء نشكرها شكر كبير للدعم المستمر والمتابعة المستمرة لاستمرار عمل المركز الحقيقة في صعوبات ورغم هالصعوبات وكلها بنعرف صعوبات اللي عم نتعرض لها بالبلد استصاديا اليوم عم نمشي تماما عم نتابع عملية الزرع والعمل بالمركز الحقيقة أكيد بنقول لكم أن تكون ألف عافية دكتور هكي بدقيقة كلمة أخيرة لك الحدة اليوم عم بيشوفنا إنشئ مركز هو المركز الأول بسوريا لكل أطفال سوريا اللي بيحتاجوا لإجراء عملية الزرع من أي مكان الحقيقة بتكلفة مجانية وبحب الحقيقة أشكر بيمكن بالنهاية أو الكادر اللي عم يعمل الحقيقة بالمركز كافة كادر مش هم ما ننسى حدا التمريضي المخبري الأطباء المهندسين مشكر الجهات اللي عم تساعد طبعا نحنا عم مساعد مع أكتر من جهة لإنجاح العمل مع بنك الدم مع الطاقة الزرية مع مشفى تشرين وبشكر اللجنة الوطنية اللي تحكم بالسرطان بالإضافة إلى جمعية بسمة اللي عم تساعدنا بتأمين الأدوية والشكر الكبير لسيدي أسمائك نحنا مشكركم جميعا مشكر كل أسمائي اللي ذكرت اليوم بهيئة الرسالة الإنسانية اللي بتحمل كتير من الرحمة وكتير من الحلم تولى كتير من الأهالي شكرا دكتور ماجد خضر لحضورك اليوم يا رب هيك تكون مسيرتكن جميلة وميسرة تكون في تسهيلات من كافة أرجهات أهلا وسهلا بحضرتك شكرا لك يا دكتور شكرا لجهودكم القبيرة لأنكم عم ترسموا البسنة على وجوه هذول الأطفال وأهاليهم نورت صباحنا شكرا لكم أنتم ضويتوا على الموضوع الجديد الموجود حاليا رح نظل نضوير رح نظل متابعينكم عنه بالنهاية هذا واجبنا اليوم ورسالتنا واحدة اليوم شكرا حكيم أهلا وسهلا بحضرتك